مين فينا ما بيحبش محمد هنيدي؟ وهو بدون أدنى شك واحد من أهم الممثلين الكوميديين في تاريخ مصر بس فيه كواليس كتير في بداية حياته الجمهور ما يعرفهاش خالص ومحدش تكلم أو كتب عنها قبل كده لحد لما فتح المخرج جمال عبد الحميد خزنت أسراره وكشف المستخبي تعالوا أقول لكم موضوع إدمان هنيدي للممنوعات وإزاي الفنانة شريهان قدرت تنقذ مستقبله قبل ما يدخل السجن خليكم معينا لآخر الفيديو محمد هنيدي اتولد 1965 في محافظة الجيزة وحصل على البكارليوز في معهد السينما سنة 1991 وبدأ حياته في أدوار صغيرة من خلال مصرح الجامعة وشافه المخرج يوسف شهين ودالوا دور صغير في فيلم إسكندرية ليه اللي كان سنة 1979 وبعدها شارك في دور صغير مع فاتن حمامة في فيلم يوم حلو يوم مر سنة 1988 وبالرغم من أن هنيدي شارك مع أسماء كبيرة في بداياته زي يوسف شهين وخير بشارة وفاتن حمامة إلا أنه كان محبط لأن أدواره كانت صغيرة ومحدش بيعرفه من الجمهور وحياته كانت كلها مطبات وأزمات كمان هنيدي كانت حياته صعبة جدا وكان بيكمل تعليمه بالعافية لأنه ما كانش غاوي تعليم عشان كده جاب 57% في السنوية العامة وقدم في كلية الشرطة وما تقابلش بسبب أنه كان قصير ومحتاج 5 سنتي زيادة وحاول يشوف حل بس طبعا ما كانش فيه استثناءات في القوانين واضطر هنيدي يدخل كلية الحقوق ولأنه ما كانش غاوي برضو سقت سنتين وربعا وكمان بسبب غيابه الكتير عن المحاضرات اتفصل من الكلية وما كانش يلاقي كلية بسبب مجموعه الصغير فاضطر أنه يدخل معهد فني تجاري وتخرج منه بعد سنتين وفي فترة دراسة الهنيدي في المعهد كان بدأ يدخل في سكة الأراس الممنوعة اللي كانت منتشرة بين الشباب في الفترة دي بس طبعا ما وصلش المرحلة الإدمان والموضوع كان مجرد تجربة مع زميله وبعدها قدم في أكاديمية الفن وقدم مشهد لغة عربية ومشهد عمية من إخراج الفنان خالد الصاوي وسقت ورفضوه فقدم في معهد السينما وتقبل وتخرج من المعهد وهو عنده 28 سنة وقال المخرج جمال عبد الحميد إنه سنة 1993 طلبت منه شريهان 3 فنانين علشان فوزير حاجات ومحتاجات اللي هتقدمها في شهر رمضان ورشح لها علاء مرسي وعهدي صادق ومحمد هنيدي ووفقت شريهان عليهم بس رفضت هنيدي لإنها ما كانتش حباة لحد ما أقنعها المخرج وقالت له خلاص نشوفه ونجربه وفعلا نجح في البروفاد وقررت إنه يكمل وفي يوم وهم بيصوروا وقع هنيدي على الأرض وفقد الوعي تماما وما قدروش يفوقوه ونقلوا هنيدي على الإسعاف ورحوا بيه على المستشفى وهناك عرفت إنه تعاطى مواد ممنوعة هي اللي سببت له حالة الإغماء وطبعا المستشفى كان لازم تعمل محضر إثبات حالة وتبلغ الشرطة بالله حصل بس شريهان قدرت تحتوي الموضوع قبل ما هنيدي يدخل في سين وجيم مش بس كده ده الفوزير كلها كانت بتأجلة علشان التحقيقات اللي كانت هتحصل وكمان لإنها خافت على مستقبل هنيدي اللي كان ممكن يضيع لو دخل السجن ومن اللحظة دي خد هنيدي عهد على نفسه ما يتناولش أي حبوب مخدرة حتى لو على سبيل المجاملة والموقف ده من المواقف الإنسانية لشريهان اللي الجمهور ما يعرفهاش بس المخرج جمال عبد الحميد كشفها للجمهور والغريب إن هنيدي ما طلاش ونفط تصريحات في الإعلام أو حتى على السوشي الميديا وبعدها بيومين بدأ المخرج يغير كلامه وقال إنه ما أجزمش إن هنيدي اتناول المخدرات وإنه ما يعرفش السبب الحقيقي لإغمائه والجمهور طبعا كان متضايق بسبب تصريحاته على أكتر من فنان زي الزعيم وأثار الحكيم أنتم بقى اكتبونا في التعليقات عن رأيكم على موقف شريهان ومحمد هنيدي